تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نجلي سمو ولي العهد افتتحت بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما التي تستضيفها المملكة لغاية 30 من أكتوبر الجاري وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والوزراء وسفراء الدول المشاركة في البطولة واجتمل الحفل على تقديم عروض فنية تحكي احتفاء البحرين الدائم بالأسرة الرياضية على أرضها بالإضافة إلى واقع الترابط الكروي بين الدول الأسيوية أيث افتتحت البطولة بمباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره السعودي وانتهت بفوز منتخبنا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات الفنية الراقية التي ظهر عليها المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية وأعرب سموه عن أمله بأن يشكل هذا الفوز دافعا قويا للمنتخب الوطني من أجل مواصلة مسيرته في البطولة والتنافس الشريف على اللقب الأسيوي وبطاقات التأهل إلى كأس العالم لتأكيد التطور التصعدي الذي تشهده كرة القدم البحرينية معتبرا سموه أن المنتخب الوطني للشباب يعد أمل الكرة البحرينية ومستقبلها باعتباره يضم نخبة من اللاعبين المتميزين صغر السن كما أشار سموه إلى أن مملكة البحرين باتت وجهة مفضلة لاستضافة البطولات الأسيوية المختلفة الأمر الذي يدل على ثقة الاتحادات الرياضية الأسيوية بقدرة المملكة على توفير مختلف عوامل النجاح لاستضافة التظاهرات الرياضية المتنوعة مؤكدا أن استضافة البطولات الرياضية تسهم في تعزيز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية والأسيوية وتعد وسيلة مثالية لترويج اسم المملكة في العالم وعكس الصورة المشرقة عنها وقدرة أبنائها على القيام بالأعباء المترتبة على تنظيم البطولات العالمية علاوة على المساهمة في النهوض بالمستوى العام للرياضة البحرينية جراء الاحتكاك مع لاعبين يمتلكون مهارات عالية هذا وطالب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الجماهير البحرينية بالوقوف إلى جانب المنتخب الوطني في البطولة الأسيوية ومؤازرته مؤكدا أن الجماهير وعية لمسؤوليتها الوطنية وواجبها تجاه المنتخبات الوطنية أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن استضافة مملكة البحرين لأول مرة نهايات كأس آسيا للشباب لكرة القدم تحت 19 عاما يعكس مدى قدرة وتميز البحرين على تنظيم مختلف الفعاليات والمحافل الرياضية مضيفا سموه أن ذلك يترجم رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في المملكة لجعلها مقصدا رياضيا لإقامة البطولات القرية والعالمية جاء ذلك خلال حضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مجريات المباراة الافتتاحية للحدث الأسوي الكروي والتي جمعت منتخبا الوطني للشباب بالمنتخب السعودي الشقيق وذلك بعد مراسم حفل الافتتاح الذي يقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك على منعب استادي مدينة خليفة الرياضية هذا وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة وسعدت الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس التحاد البحريني لكرة القدم وهنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لاعب منتخبنا الوطني الشاب والجهازين الفني والإداري بالفوز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل أهدفين متمنيا سموه للمنتخب التوفيق والنجاح في هذه المشاركة لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي البحريني بالمنافسة على تحقيق اللقب الأسيوي والتأهل للمرة الثانية لمونديال كأس العالم المقرر إقامته بكوريا الجنوبية العام المقبل وأضاف سموه أن استضافة هذا التجمع الرياضي الأسيوي للمرة الأولى على أرض المملكة يشكل نقلة نوعية واضحة على صعيد استضافة المسابقات الكروية الأسيوية والدولية مما يعزز من مكانة البحرين على الخارطة الرياضية في القارة الأسيوية وعلى المستوى العالمي مبنيا سموه تقديره لكافة الجهود والخطوات الرائدة التي قامت بها اللجنة المنظمة والاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعدة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بالإضافة إلى المتابعة الحثيثة من قبل الشيخ خالد بن سلمان الخليفة مدير المنتخب البحريني للشباب لكرة القدم وذلك للوصول إلى هذا المستوى المشرف وإنجاح هذا العرس الأسيوي متمنيا لهم المزيد من النجاحات ومواصلة مشوار التألق في الإبداع في تنظيم الفعاليات المستقبلية اشتركوا في القناة